هجمات حوثية في الحديدة هذه المرة على الفريق الممثل للحكومة في لجنة عادة الانتشار ثلاثة صواريخ باليستية وخمس طائرات بدون طيار استهدفت وفق تصريح رئيس الوفد الحكومي محمد عيضة مقر فريقه الكائن جنوب مدينة الحديدة الهجمات الثمان التي شنتها ميليشيا الحوثي اعتبرها الفريق الحكومي ضمن سلسلة خروقات الميليشيا لوقف اطلاق النار وحذر محمد عيضة من ان هذه الاعتداءات ستنسف اي امال لتحقيق تقدم في ملف اتفاق الحديدة وهو الملف الذي يشهد تعثرا بسبب عدم قدرة البعثة الاممية على التحرك بسهولة في المناطق المتفق على يعادة الانتشار فيها واكتفى المبعوث الاممي خلال احاطته في جلسة مجلس الامن الاخيرة بالاعراب عن قلقه من تقييد الحوثيين لعمل الفريق الاممي في الحديدة دون ادانة مباشرة مفضلا التركيز على ما وصفه بالتقدم البسيط في اتفاق الحديدة كونه يشكل بادرة امل لحل المشكلة اليمنية وهي المشكلة التي تراوح مكانها منذ اكثر من خمس سنوات كان الفريق الاممي الذي يقوده الجنرال ابهي جدجوها قد توصل الى تثبيت خمس نقاط مراقبة مشتركة بين الحكومة والحوثي لوقف اطلاق النار وقد دللت الوقايع على الارض بان الحوثي عمل على عرقلة مسار عمل فرق المراقبة سواء بحفر المزيد من الخنادق او شن هجمات على مقر الفريق الحكومي وهجمات اخرى على منازل مدنيين في مناطق ريفية بالحديدة اخرها قصف عنيف على سكان مديرية التحيطة ومدينة حيث